نكمل مع حضرتك حضرتك كتب تقول السنترز ديت هيتم التخلص منها تماماً لأن المدرس دلوقتي اللي هو بياخد أجر قليل هيبع عنده فرصة أنه يضعف مرتبه وعنده فكر جديد بيقدم بيقدم به بالدروس الجديدة هذا الفكر الجديد قايم على أن المعلم اتدرب على عملية كيف يستسير المتعلمين كيف يصنع بيئة تعليمية منفتحة مش بيئة تعليمية منغالقة ما يتحاوليش معلم الناقل للمعرفة لابد المتعلم يقول رأيه وفكره يعني عارف زي ايه زي الفصل الدراسي أصبح عندنا أنا بقول المدرسين اللي بتخرجوا بقول لهم أصبح المعلم مثل الفلاح في الحقل بيبزروا بيناء الحشيشة الضارة وكوتا للطين بفرتتها بيروي الأرض رية بسيطة بيحط فيها السماد بيحط البزور البزرة بتبقى موجودة في أرض جاهزة وصالحة للإنبات أنا بقى الفصل الدراسي بخلي المتعلم نتيجة للأنشطة والوسائل التعليمية والنقاش والحوار بيئة نشطة بيئة إيجابية يبتدي يناغش ويبدي رأيه ويعترض ويفسر ويعلل ويبقى ليه رؤية يبقى ليه إنسان ليه فكر مختلف ليه رأيه ورؤية مش إنسان يبقى الصورة من الكتاب المدرسي اللي كان موجود فإنا دلوقتي إحنا بنصنع هذا الإنسان من أجل مجتمع ديمقراطي يبدي رأيه يناقش إحنا مش عاوزين مجالس نواب يسقفوا عاوزين مجالس نواب يقولوا رأيهم ينقضوا ينزلوا للواقع يتعاملوا مع الناس دي محتاجة الإنسان التعلم في مدرسة قادر على إنه هو يبقى ليه رأي وليه رؤية يفسر ويعلل ويناقش ويحاور كل دي مهارات عقلية يعرفها معلم المدرسة اللي نضرب عليها وأصلاً جزء من العملية التعليمية في المدرسة وده الفكر الجديد اللي احنا متبنيينه في كليات التربية اللي إن شاء الله سيصبح جزء من الواقع التعليمي الآن ترجمة نانسي قنقر